طبعا الملف ده مستمر معنا زي بقول لحضارتكو ولكن بنحاول كده النهاردة بنطلط الله يومية في هذا الملف الخاص برؤوس الإرهاب والنظام القطري الإرهاب والمولين وقنوات والقناة الجزيرة وكل القنوات التي تعمل للنهار ضد الدولة المصرية التي تعمل للنهار بأوامر من أسيادهم التدخل في شأن مصر وطبعا تقليب الرأي العام على الدولة وعلى مؤسسات الدولة والتشكيك في كل شيء في مصر أي حاجة يا أخي تعملها يقول لك كذا أي شيء تعمله نقصي تكلمه عن نفورة نقصي تكلمه عن نفورة نفورة لبالها تقريبا أربعين واحد واربعين سنة بكرينها قدام المريديان أو الفور سيزن في النيل تعاملت أمر يصحب ناصر سنة ستة وخمسين كنا نشوف كده في المناسبات ما يشغلوها مرة وبعدين كام سنة وانت عبتعدي كده طبعا النفورة دي اللي قدام حضرتك كانت من الماضي ده المنظر بتاعها اوقف هنا يوسف لو سمحت اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا ايوا بس كده ده منظر النفورة منظر النفورة ده زي حاجات كتير جدا في مصر كانت كده سكة حديد كانت خربانة ناقل كان خربان متر كان خربان طرق كانت خربانة مش عارف ايه كان خربان كتير 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 كان خربان زي كده ده نموذج للخراب اللي كان في مصر للحاجات اللي كانت خربانة في مصر كتير ده نموذج زيها عشان بوريك النموذج ده كان وعشان لموريك النموذج اللي اصبحها اوريك نموذج زي الفسطات وقلت لحضرتك بدل المرة عشرين المنطقة اللي كانت يعني ما تعرفش تمشي من هناك ولا تعدي من هناك والناس كانوا عشرين ازاي بقت الفسطات النهاردة لسيت ريس كان موجود فيها مبارح وغيره مصر القديمة ومنطقة المداب وكلكن وصور مجرى العيون وكل الحاجات دي اللي كانت حاجة صعبة جدا زيها زي النافورة اللي قدام حضرتك دي فالنافورة لانه فيه اصلاح بيتم في البلد مش طريق ومش مستشة ومش كبري ومش نافق ومش مدن لا لا ومش قرية حتى النافورة المشهد والمنظر الجمالي اللي يتم اللي انت لازم تشوفه النافورة دي لما احنا تروح مثلا جدة او دبي او سويسرا هجنيف او فرنسا اقولك على دول كتير ايطالي كتير ايه جماعة طب ما احنا عندنا هو فين مش عندي الكلام ده ازاي ما يبقاش عندي ده وانا عندي النفورة بس اهملت وتركت ومحد السأل فيها انا عندي في النيل اللي انا بشوفه بره واللي انا شفته بعنايه بره ومن بعيد يا بص النفورة وناس يقول لك شفت النفورة دي بص النفورة يا سلام توقف قدام النفورة ما انا عندي نفورة في مصر بس محدش قرب لها محدش اهتم بيها اتثابت طب ليه ما اتثابتش دلوقتي ليه وصل لها ايد التعمير زي ما وصل لكل حاجة بيوصل لكل حاجة في البلد لان هي دي الارادة واحد اربعين واحد واربعين سنة تأتي ايد التعمير اللي بيتعمر الله يعمر بيوتكو ويعمر بلدنا يا رب بالخير والسعادة دايما بقت كده اتباهى مبارح بهاني يونس بحييه هاني يونس مشهر لإعلام الرئيس الوزراء لما حط الفيديو ده وقال الفيديو اتباهى بهزي النفورة اللي انا بشوفها وكنت بشوفها في العالم موجودة عندي في بلدي وشاركة المقالون العرب شكرا ليكو يا رجالة كل الناس اللي اشتغلت بالمناسبة دي مش النهاية ده دي البداية ده فيه حاجات تانية هتلاقوها في النفورة دي تشغيل كذا في كل مناسبة هيبقى لها حاجات تطلع مية متر فوق نفورة مية متر وانا بروح بلاد يبقى صعبان علي طب ما انا عندي متعملتش ليه زي اللي هنا ده انا عندي من ستة وخمسين ده انا عندي يعني لما متعملت النافورة دي قطر ما كانتش موجودة على الخريطة النافرة دي أقدم من قطر والله بالتاريخ أنا أكلمك قطر النافرة دي أقدم من قطر النافرة دي سنة ستة وخمسين قطر ما كانتش موجودة فتعاملت يجي النهاردة زي كل حتة في بلدي يتعمل تنمية يعين حلوة ماشي على الكورنيش ولا ماشي ولا راكب طيرة ولا راكب مركب ولا قاعة في فندق ولا ماشي عينك تشوف مشهد يستحقه بلدك تشوفه يستحق الناس تشوف صورة حلوة نفرة راقصة راقصة ولا بتغني ولا بتعمل عندي حاجة جميلة ببلدي كانت مش موجودة زيها زي كتير أقو ببلدي ما أنا بقولك ناقص يتكلموا عن نفرة أن يجي يكلمك النهاردة اللي وقل يقولك يا نفور آه يا سيد النفورة أصل النفورة دي مثال حي لكل حاجة بتتعمل في مصر النفورة دي من أيام رشد أبازة أيام رشد أبازة كانت موجودة أهي أدم من قطر والله أنا بوريك الصور بتاعتها لما اتعملت وشركة ألمانية اللي عملتها اللي عملت كبر الجامعة بوريك اهو حقيقة هذه النفورة لما اتعملت ستة وخمسين مش النهاردة النهاردة أنت أحييت النفورة اللي كانت ماتت اللي كانت اختفت من حياتنا اللي تكون تتعديه وانت زعلان ليه مش موجودة النفورة اتعملت بص النفورة ما هي النفورة؟ مثال حي لمصر مثال حي على اللي فيه مصر لأنه هي مصر كده هي مصر كده النفورة دي عمر دياب اهو عمر دياب في عند نفورة واسه كانت لسه لما رأى عمل اعلان تقريبا او اغنية عمر دياب فاننا جميل جميل عمر دياب الناس بحبهم طبعا بحب كل نجومنا كلهم يعني ومنهم عمر دياب طبعا فادي الفارق يا جماع انت انت عايس تكلم على مصر تكلم عليها لو انت عايس شوفها من هنا اللي بيحصل هنا هو في النيل بيحصل في كل شبر في بلدك فاربعة تلاف وخمسوئة قرية بيتم في كل حتة انا ما بروح مكان الا ولائي بسم الله ما شاء الله ده انا النهاردة مبارح مبارح جاي بعد الصلاة كده ف بشوف الصحرة اللي عشمال ويمين الطريق الدائري وحضرتك جاي بتتعمل النهاردة ايه مش عارف يعملوه ايه لكن شفت حركة شغل عربيات بقى ولدرات ومش عارف ايه بيعملو حاجة بيعملو حاجة يمين وشمال الطريق ده الدائري اللي هو صحرة بيتعمل في حاجة جايز بعد كميم اقول لكم بيعملو ايه ايه جماعة كل حاجة في مصر كده كل حتة في البلد كده هزرعها هبنيها مش هسيب حاجة فاضية هعمر كل حاجة هو ده التحدي ما هو انت لو كنت عملت ده من اربعين سنة كنت عملت البلد دي اربعين وخمسين سنة فاكر انت سبت دي فاهملت حاجات كتيرة حواليها ما هو اللي اهملت منظر الجمال ده عشان فلوس وقتها قالك الفلوس كتير قوي مش هندفع طب النهاردة ما قالوش فلوس كتير قوي ليه هو فارق ان انت تفكر تفكر تعمل حاجة للبلد تاني بقول يعني حاجات كتيرة كتيرة كتير المخر الكبير شكرا بعمرة بيقول لي النفرة دي كانت شاهدة على حاجات كتيرة اوالله بيبعثلي دلوقتي بلاغان كتير اخرجتها عند النفرة دي في التمانينات والنفرة دي صورنا فيها اهلا بالعيد ونعيش لمصر نادية مصطفى ومتحة صالق قالك عملنا حاجات كتير تعال اعمل النهاردة ورين اللقطة دي كانت ايه النهاردة بقت ايه معقول كان عندي ده وعملت بس عملنا عشان عندك ارادة انك تعمل يعني يبقى عندي في التحرير النهاردة جمال ويبقى عندي الموكب مميوات لما يتم ان شاء الله واحنا معدين كده والنفرة تبقى شغالة كده تبقى شغالة انا بفكرك باليوم ده ده تمهيد ان شاء الله للموكب الملكي انا بقول لك معلومة لو عايز تاخدها كمعلومة يعني اتعملت النفرة عشان الموكب الملكي كمان وهو معدي للتين وعشرين ملك وملكة لما يتحركوا ان شاء الله من متحف التحرير رحيه متحف الحضارة هو انت متحف الحضارة النهاردة سيادة الرئيس بيلف على كل حتة ليه عشان كل حتة في مصر تبقى جميلة كده تبقى كده على انبهار الناس بتشتغل بقى لهم شهور بيشتغلوا عشان يعملوا الانجاز اللي قدامك ده مصر يا جماعة مصر يا جماعة بلد جميلة مصر ليه بقول كده عشان لازم تشوفها بعينك الجميلة تشوفها بعينك الجميلة تستحقها اه عندك اهو اقدر اقول النهاردة اللي انا شفتها في جينيف ولا شفتها في جدة ولا شفتها في دبي ولا شفتها مش عارف في لندن ولا شفتها في باريس ولا شفتها في برلق اه عندي في مصر عندي بجد بأياد مصرية قبل كده الالمان عملوها سنة ستة وخمسين النهاردة المصريين مقاولون العرب الشركة الوطنية الكبيرة المحترمة عملوها النهاردة شكرا لكم رجالة شكرا لبلد الجميلة اللي كل يوم جميلة وجميلة وتبقى جميلة وتفضل جميلة نحافظ عليها بس نحافظ عليها كلنا مع بعض اللي حفاظ على البلد دي واستقرارها وامناها عشان نوصل للي احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصله بإذن الله ونصله